السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس نتكلم عن مكونات الأردوينو يتكون الأردوينو من أهم قطعة وهي الميكرو كنترولور الذي يمثل عقل إلكتروني مساخر نجد هنا ضوء يدل عن حالة التشغيل إذا كان مشعول أو منطفئ هنا نجد منفذي TX والRX وهنا نجد 14 منفذ رقمي نستطيع أن نصله بضوء يشعل ويطفئ أو زر يضغط ويترك مثلا هنا المنفذ الأرضي هنا ضوء يد مربوط بالمنفذ الثلاثة عشر للتجريب وهنا الزر الروسيت الذي يسمح بالرجوع إلى الحالة الأولية هنا مدخل الـ USB الذي يسمح لنا بوصله بالكمبيوتر أو بفلاش ديسك مثلا وهنا نجد ضوء يدلاني عن حالة استعمال منفذي TX والRX وهنا مدخل لنصله بالكهرباء علما أنه إذا كان موصول بالكمبيوتر لا حاجة ليمده بالكهرباء عن طريق هذا المدخل هنا منفذين يسمحاني بتزويد عناصر خارجية بالكهرباء هنا بخمسة فولت وهنا بثلاثة فاصل ثلاثة فولت هنا منفذ أرضي آخر هنا منفذ للكهرباء يسمح بتزويد قطعة الأرضي بالكهرباء كذلك وهنا ستة منافذ تماثلية نستطيع ربطها مثلا لضوء يغير شدته أو جهاز استشعار لبلء بالإنارة للمحيط المتواجد فيه أو جهاز استشعار صوتي مثلا وإليكم رابط عن كتاب مبسط للأردوينو مزود بأمثلة وشكرا